بعد أكثر من عام على اتفاق ستوكولم عادت الحكومة مجدداً لتعلن انتهاء هذا الاتفاق وفقاً لتصريحات أعلنها المتحدث باسم الحكومة متحدث الحكومة قال إن التصعيد العسكري الذي حصل في نهم هو ما أنهى هذا الاتفاق وعمل على إعلان وفاته بشكل نهائي ورسمي الحكومة عللت قرارها إنهاء الاتفاق باستغلال ميليشيا الحوثين لاتفاق ستوكولم في ظل صمت المبعوث الأمم والأمم المتحدة وهو الأمر الذي أسهم في تعزيز وجود الميليشيا في جبهات أخرى في إشارة إلى نهم والجوف تأتي تصريحات المتحدث باسم الحكومة عقب ساعات من تصريحاً لوزير الخارجية محمد الحضرم أكد فيها أن استمرار تصعيد العسكري يقوض كل جهود السلام والتهدئة في الحديدة وأكد الحضرم أن الحكومة لن تسمح باستغلال اتفاق الحديدة لتغذية معارك الميليشيا العبثية في الجبهات التي تختارها بموازات ذلك لا تزال المعارك مستمرة منذ نحو إسبوع بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في جبهة نهم وصرواح وجبهات الجوف وغيرها من الجبهات الواقعة في مناطق نفوذ الشرعية فيما تنخفض العمليات العسكرية بوضوح في جبهات الحدود يرى مراقبون أن تراخي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومواقف التحالف واختلال العلاقة بينه وبين الشرعية وعدم امتلاك الأخيرة لقرار الحرب والسياسة شجع ميليشيا الحوثي على تصعيد خروقاتها وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقات وجهود الوسطاء الدوليين شكرا